فلأن الصلاة المفروضة من الحق سبحانه وتعالى قلنا أنها ليس لها عمل إلا أنها تقربك من الحضرة وعنى تقربك من الحضرة أن نحن وزي ما قلنا الإنسان صناعة الله فالله هو صانعه وصنعة تقف أمام مهندسها الذي صنعها كل يوم خمس مرات يبقى لابد أن تكون على أوفى شيء من الضبط خمس مرات أمام صانعها قلنا أن المهندس من البشر يصلح الآلات بشيء مادي يضعوه فيها ولكن الحق لأنه غيب يصلح عبده الذي يقف بين يديه في لحظة القرب هذه بأمر غيبي أيضا مش بعملية لا بأمر غيبي فتخرجه من مقام ربك وأنت لا تعلم كيف ارتحت كيف تبددت همومك كيف قويت طاقة إيمانك كل هذه المسائل إذن فالصلاة هي التي تشحن الإنسان علشان يقبل على التكاليف ولذا كان الإسلام قد بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحق البيت نحن نشوف الأركان دي الأركان قد لا توجد إلا في بعض الناس هي أركان الإسلام صحيح إنما ليس أركان المسلم لأن المسلم قد يكون فقيرا لا يزكي فيسقط عنه فرض الزكاة والمسلم قد يكون مريضا أو مسافرا فلا يزلي فيسقط عنه فرض الزكاة لا يسوم فيسقط عنه فرض الزكاة وقد لا يستطيع فيسقط عنه فرض الحج إذن فهي أركان الإسلام ليست أركان المسلم أن المسلم قد يكتفى منه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيم الصلاة إذن فالركن الأساسي الذي لا ينفك عن الإنسان أبدا هو الصلاة ما دامت الصلاة لا تنفك عن الإنسان أبدا ألك ومع ذلك كونها لا تنفك عن الإنسان حتى وهو في الحرب وهو مريض لا يستطيع أن يجلس يقول لك يخطر أعمال الصلاة على قلبه إذن فلا هزر لها في السقوط أبدا أنت مطلوب منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة في حياتك خلاص انتهت وبعد ذلك قد تكون فكرك زي ما قلنا فلا تزك مريض وما تسمش غير مستطيع فلا تحج فما الذي بقي لك من أركان الإسلام باتك الصلاة وهي الركن المكرر ولذلك أدي معنى الصلاة عماد الدين وإذا نظرت إليها وجدته مع كونها التي لا تسقط ففيها كل أركان الإسلام لأنك لا بد في الصلاة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله إذن فالركن الأول مكرر فيها وأيضا إتاء الزكاة ما هي الزكاة الزكاة شيء من مالي أخرجه للمحتاج إذن فأنت تضحي بشيء من مالك المال في عرف الاقتصاد فرع العمل المال في الإسلام فرع العمل والعمل فرع الوقت لأن مدام عمل يعوز وقت فكأنك ضحيت ببعض مالك الناتج من عملك الناتج من استغلال وقتك والصلاة مش تأخذ من المال تأخذ من الوقت اللي بيجي يعمل فيه العمل اللي بيجيب المال فكأن الزكاة أخذت شيئا من المال اللي هو ناتج عن العمل العمل الناتج عن الوقت الصلاة أخذت من الوقت نفسه من الأساس الأصيل إذن لما يجي الواحد يأخذ من الـ 24 ساعة ساعة للصلاة يبقى اقتطع جزءا من الوقت وجعله للصلاة كما يقتطع جزء من المال فإذن فالزكاة اقتطع جزء من المال والمال ناشئا عن العمل والعمل عايز وقت لا الصلاة بتقتطع من الوقت الأساسي يبقى فيها زكاة بأهم من المال واللي بيمنع الناس عن كسيمنا الصلاة يقول لك الوقت وتعطلني عن مصالحه نقول له كما سمى الله نقصان المال من الزكاة ما سمهش نقصان سمه زكاة سمهنا ماء فيجب أن تستقبل أيضا الوقت الضائع عندك ده اللي انت بتقول عليه ضائع استقبالك للمال الناقص يخرج من مالك فهو ينميه ويزيده ولا ينقصه فكذلك الوقت إذا ضحيت منه ببعضه وعلته لله وشحنت الشحنة فإن البركة في بقية الوقت ستعوضك كل ما فات كما أن الزكاة نماء والربا محق وأيضا ففيها صوم لأن ما هو الصوم الأمساك عن شهوتي البطن والفرق نهار رمضان لا أنا في الصلاة أمسكه عن شهوتي البطن والفرق وعن الحركة وعن الكلام وعن 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 الله إذا ففيها لون من الصيام متعلقاته في المنع أوسع من متعلقات من متعلقات الصيام وأيضا ففيها حج البيت من استطاع إليه سبيعه لأنك تستحضره وأنت تصلي بيت الله فتتجه إليه وتتحرى إليه إذن فلأنه الركن الوحيد إن جاءت فيه كل الأركان من شهادة أن لا إله إلا الله ومن الزكاة بشيء أقيم من المال بل بالوقت الذي يأتي بالمال وبعد ذلك صمت فوق ما تصوم فيه عن رمضان ومع ذلك استحضرت بيت ربك في كل وقت من الأوقات فكأنك حجكت بقلبك وإن عجزت عن أن تحج بقالبك